لكن المهم انه الرصد المبدئي والتحليل المبدئي اللي قامت ديه الاجهزة الامنية خلال الساعة الاخيرة دي يعني احنا بنتكلم تقريبا على ساعة ونص يعني كان تمانية ودقايق اعلان ترامب ليه قراره الوقتي احنا بنتكلم على ساعة تمانية ونص وخمسة في خلال ساعة ونص دول حصل عملية تراصد اجهزة المعلومات في وزارة الداخلية عمل تراصد ليه رد فعل الجماعة الخلال المسلمين عبر صفحاتها والطيارات الارهابية في سين عبر صفحاتها اللي بيعبروا فيها احنا قدام يعني هذا عيد لهذه الجماعات لسبب انه زي ما قلنا انه الرئيس الامريكي برعونة شديدة منح هذه الجماعات الورقة التي يستطعون بها تجنيد شباب جديد للدفاع عن حمى الاسلام فهذا رجل اليوم صنع ارهابا في العالم يعني هو مهد الارض لمزيد من الارهاب في العالم واقنع بقى الشباب يعني اقنع الشباب لما تيجي هذه الجماعات اللي هي بتستهدف قلب الوطن والحياة مشوفناش حد راح يعني مشوفناش حد راح فاكريني اخوال المسلمين كان طول الوقت هتفهم الشهير يقولك ايه على قدس رايحين شهداء بالملايين واول ما بقوا يعني في الحكم ما شاء الله على فكرة التعاون لدرجة انه اول مرة يبقى فيه وثيقة وثيقة رسمية انه توصف الاعمال حماس بيه انها اعمال اعمال عدائية فاذا احنا داخلين على فترة بالفعل صعبة بس خلينا نكمل الملف احنا شوفنا ايه اللي حصل في فلسطين رد فعل مصر للاردن حتى ما يحدث فيه الولايات المتحدة الامريكية